بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم حبابي الطلاب طلاب بريف وان مع حصة جديدة من حصة مستر ساينز ومع مستر شريف الهواري يا رب دمان بخير يا ولاد. آآ ان شاء الله النهاردة هنكمل كلامنا في الجزء الاخير من اللي احنا نتكلم فيه يا ولاد عن وعرفنا بتاع اللي هم سمانتاشر مجموعة كده رأسية اللي هو سبع دورات كده افقية بيكونوا بالعرض. طيب انه عرضة نكمل كلامنا ونكلم عن الاني منس لا يا ولاد. يعني الاني منس اللي في يعني يعني مجموعة يقسموا الاني منس في قسموها على حسب يعني يعني على حسب انه هم السولد ولا ولا يعني في منهم بتكون سولد صلبة في منهم في منهم بيكون يا ولاد آآ طبعا الجازية اللي هم عناصر آآ غازية يعني غازية تمام كده? فتعالوا نتكلم عن كل نوع من كده ونتكلم عن هم عبارة عن ايه? لو تكلمنا عن هتلاقوا ان بيكونوا يعني معظم في بيكونوا ايه؟ تمام كده? زي مثلا زي اللي اي زي السوديوم ايه كاربون اللي هو السي الفوسفروس اللي هو البي الايرون اللي هو اف اي طبعا اكتير بقى والكوبالت والنيكل كل الام والكابر كل الالمنس يتعتبر ايه يا ولاد صولد طيب تعال بها مفاجأة اللي كويد الالمنس اللي كويد الالمنس بس في اللي هم من ضمن الوالهاندرد ايتيم الالمنس منهم بس بيكونوا ايه يا ولاد اتنين بس بيكونوا سوائل اللي هم مين؟ لهم الميركري اللي هو رمزه اتش كابيتال وطبعا الجي سمول اتش جي هو يعتبر the only liquid metal المتال الوحيد اللي كويد سبحان الله يعني كل المتال يا ولاد عارفين ان هي صولد معا ده مين؟ معا ده الميركري ده الميركري ده يا ولاد اللي موجود في الترمومتر طبعا عارفين كلنا طبعا الميركري اللي موجود في الترمومتر يا ولاد هو ده الوحيد اللي بيكون بيكون مالو بيكون liquid metal liquid metal طيب مين تاني الالمنت التاني بيكون برضو liquid بس نام مثل وهو وحيد برضو اللي هو البرومين كيما لو جالي في الامتحان وقال لي كده from the only liquid metal مين هو الليكويد متل الوحيد هقوله الميركري طب مين الليكويد نام متل هقوله البرومين طب مستر ربما الووتر والحاجات دي ايه لا 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 تعالي 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 هو الووتر الووتر ده الووتر رمزه ده نوت ده بيعبارة عن ايه يا ولاد ده عبارة عن نوت ايه نوت ايه نوت اتفقنا طيب اما بقى تعال بقى دول برضو كتير شوية اللي هم مين فين هم بيكونوا نون متل جاسي اللي هم فايف جاسي خمس غازات كده بيكونوا نون متل تمام مستر هم مفيش متل جاسي لا 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 طبعا انا راح فين متل بتكونوا بس اللي هو الميركري اما النون متل بيكونوا ايه فيه بيكون منهم جاسي بقى يعني يعني مين هم الاليمنت جاسيس الاليمنت ايليفن ثاني كده براحة تاني مستطع هو كده كمان وفيه اتنين وفيه ايليفن منهم فايف نون متل زي يمين زي الهايدروجين اتش النايتروجين ان الاكسوجين او الفلورين اف والكولورين سي ال طب فيه منهم بقى كمان يا مستر يسموهم باسم او بيورو عليهم اسموهم النوبل نوبل يا ولاد نوبل جاسس النوبل جاسس دول يا ولاد بقى لهم ست غازات كده لو تفتكروا تعالوا نشوفهم كانوا مكانهم فين كده في طبعا يا جامعة الورقة دي بالعرض معلش يا الناس اللي شويتها في ناس تلقبطت لهم طبعا في الجروب اي تين اخر جروب في الجروب دي اخر جروب تمام؟ جروب نوبر ايتين طيب تعال بقى كده نرجع تاني يلا مين هما بقى انتو يا جماعة اللي موجودين في في الجروب نمبر اتين اللي هي احنا هيليام اتش اي نيون اني اي ارجون اي ار كريبتون كي ار زينون اكس اي رادون لو ار ان ادي يا شباب ادي على حسب الفيزيكال استيت بتاعتهم طب يلا نكمل طب ممكن بقى يا مستر توصف لنا كده بتاع بريديك تيبل طب ما احنا قلناه لا احنا وقلنا وصفنا الجروبس والبريدز والكلام ده كله لا المريض ما هنتكلم عن المين بلوكس اوف دا مودرن بريديك تيبل يعني البلوكات الاساسية في البيريديك تيبل يعني يا مستر العلماء يا ولاد قسموا البيريديك تيبل لاربع مناطق اربع مناطق اربع بلوكات كده بيعليهم ايه مين لهم مين لهم ال على الشمال دول اللي هي كونتين كونتين زيي ولاد طبعا طويب اون وغروب تو طيب روح بقع عالمين خالص? العالمين خالص دول لما او ثرتين فورتين ففتين سكستين سفنتين ايتين. المجموعة دي البلوك كده اسمه ايه يا ولاد اسمه بي بلوك. طيب مستر كم جروب في ادي وان تو ثري فور فايف سيكس. يبقى سيكس كويس او. يبقى انا عندي اس بلوك. طيب في النص. اللي في النص دول يا ولاد. طبعا بيقسمهم على حسب اللي هم المتشابهين مع بعض في الصفات في الخواص بتاعتهم قريبين من بعض. يعني كده في اه فقسمهم بلوكات يعني حسب اللي ايه اللي قلنا زي ما قلنا الفيزيكال بروبيرتز بتاعتهم والكيميكال بروبيرتز. طيب هنا الجروب ده كله اسمه دي بلوك. دي بلوك الامنس. وطبعا اخر بلوك اللي هو الاف ايه الاف بلوك. يبقى طبعا البرديك تابل كلاسفايد انتو فور مين بلوكس. فيه اربع بلوكات اساسية بلوك اس بي دي اف. اتفقنا? يلا نمسك بقى نتكلم عنهم بالتفصيل. طبعا البلوك اس. فيما كانوا مستر هو كان في برافو عليك. ايه كمان? طبعا يا مستر. لهم ما بياخدوا الرمز ايه? فاكدهما كنا نقول التوزيع القديم بتاعهم. لو هون ايم تو ايه? لو بسمهم اسم ايه? وطبعا المودرن نامبر وان وي تو. اتفقنا? وان وي و تو. طيب. جروب وان ايه الامنس. تعلمسي جروب وان ايه الامنس كده? ولهم موجودين في المين? في الاس بلوك? انتو كده. انتو انا مش بحوط عليهم دول يا ولاد بالقلم. ملو يا مستر? والله انتو طبعا في بلوك اس. صح? ماشي. في بلوك اس. كلكم معادة ده. معادة الهايدروجن. طب ايه اللي جابه هنا يا مستر? يعني واجه هنا ليه عند الناس دي? عند الجروب وان ايه? لأ اصلا هو ده يا ولادي القديمي في نمبر بتاع وان. فكان لازم يودع بيهمين على الشمال. بس هو ده السبب وعشان اخر وان فيبقى اخر وان زي يوم كلهم. طب ماشي. يبقى ايه? اسمهم الكلاي ميتلز خلي بالك من الكلام. اسمهم الكلاي ميتلز. ليه سمهم كده? اعتعرف ما ان لو ما كانوا بيدوبوا في المية ويعطوني او يدوني الكلاي ميتلز وكده فانا كان السبب يعني. هما بيسمون باسمه ايه? طيب. مش بيصدق? تعال نشوف. طبعا الهايدروجين يبقى اخر وان. يعني اخر وان. الصوديوم بس بس خلاص بسر ما تكملش اكيد كلهم زي بعض. برافو عليك. يبقى دايما ايه? مين اشهر اكزامبل قالك الصوديوم تو ايت وان اهو فعلا اخر ايه? اخر وان. يا رب انكم فاهميني الكلام ده? طيب تعالوا نشوف العيلة التانية اللي في نفس البلوك معاهم. مين العيلة التانية اللي في البلوك اس معاهم? في مستر العيلة بتاعت جروب وان اي قلناها دلوقتي قلنا اهم صفاتها. فيه كمان العيلة بتاعت جروب تو ايه? طب تعالوا نشوف العيلة دي بتشتهر بايه? يلا. تعالوا كده عشان نعملها كده بينهم ومن بعض. اول حاجة لو تفتكروا فوق اما العيلة دي تقولك احنا كلنا احنا ما عندناش حد دخيل علينا من احنا كلنا ميتلز. ماشي. ايه كمان? دي ار نون از الكلاين ايرث ميتلز. سلنا كده. بيرو عليا بالعرب اسمها القلويات الارضية. ليه يا جماعة قالك احنا برضو بندوب في المية زي الجماعة دول. وبندي مادة قلوية يعني يعني محلول قلوية. بس احنا ميزتنا ان احنا موجودين بيستخرجونا من بطن الارض. عشان كيف سمونا باسم ايه? الكلاين ايرث ميتلز. اما انتو فوق ايه يا جروب وان اسموكو ايه? احنا اسمنا الكلاين ميتلز بس. اما دول بيجبوهم من الارض. او عناصر ارضية في عليا ايه? الكلاين ايرث ميتلز. طيب كويس او. كامل. اما انتو كنتو ايه? احنا كنا اما انتو اي واحدة بندوم ايه تو. الماجنزيوم تو ايت تو. الكالسيوم تو ايت. كده تن ايت كمان يبقى ايتين تو. يبقى فعلا اخيركو كلكو ايه يا اولاد? اخيركو كلكو تو. وطبعا اديك الاجزامل هاو. شكرا للبلوك اس. خلصنا خلاص بلوك ايه يا بلوك اس. لما تيجي نتكلم عن بلوك مين بقى? بي. يلا نروح الناحية التاني. هاو مني جروبس ين بلوك بي? سيكس جروبس. ويتش سايد لوكيتد? لوكيتد ات درايت او او اون درايت سايد او درايت سايد او. على اللي مين? بص على اللي مين كده هتلاقي السيكس جروبس تقولك اهم اهم بصوا. تكبروهم لك اهو. ست بجمعاتهم. في الرايت سايد. طيب. هاو مني جروبس? طبعا سيكس جروبس. طبعا ممكن كان ده يقول لك يا ولدي كلكو تشوز بقى. ممكن يقول لك مسلا بلوك بي كونسس بلوك بي كونسس او هاو مني جروبس طبعا هتقول له ايه? سيكس جروبس. سيكس جروبس. طبعا طيب. برضو تيك ذا ليتر اي. يعني بياخدوا حرف اي. يعني مستعينة اي. طبعا ده الراديشنال ايه? اه نمبر. ثري اي فور اي فايف اي سيكس اي سيبن اي. وطبعا زيرو. اما اما النيو نمبر او المودرن نمبر يا ولاد. تيرتين فورتين ففتين سيكستين سبنتين واي اي كمان واي تين. طيب. يعني كلهم بياخدوا الحرف ايه مع ده الجروب دي طبعا جروب زيرو عارض. تمام كده? انا رمزونا بالرمز ايه? زيرو. طبعا عشان هما بيكونوا ايه نارت ايه? ايه نارت جاس. طيب تعالى نتكلم عن مين اشهر جروب في البي بلوك? اشهر جروب يا ولاد في البي بلوك هو الجروب ده. يا سلام. العيلة دي مشهورة قوي. العيلة بتاعت جروب سيفن ايه ديت او سيفنتين يعني. تمام? بيسمون باسم ايه? بيسمون باسم هالوجينز. ايه ده احنا دينا اسماء شهرة او صح? اسماء شهرة. ايه اسماء الشهرة? تعالى افكركم. انت يا جروب وان اسم الشهرة بتاعك ايه? الكلاين ميتلز. طب وانت يا جروب ايه? اسم الشهرة بتاعك ايه? الكلاين ايرث ميتلز. اسم الشهرة صح? طب وانت يا جروب سيفن ايه? يا جروب سيفنتين ياللي في الرايت صايد. ياللي في البي بلوك. اسم الشهرة بتاعك ايه? احنا اسمنا الهالوجينز. الهالوجينز. تمام? تركز. طيب ونوعكم ايه? احنا نوعنا بقى نام متلز. احنا في الرايت صايد. احنا في البي بلوك. والبي بلوك بيكون نوعهم ايه يا ولاد? نام متلز. طيب بتاعكم اخره كام? سيفن الاكترونز. لما نيجي نوزعه. اهم وزعونك. الفلورين ناين هنوزعه سيفن. يبقى فعلا اخيركم ايه? اخيركم سيفن. اهنا الشباب. تعال بنتكلم عن تاني جروب مشهورة جدا في البي بلوك. طبعا الجروب سيفنتين زي ما احنا قلنا. وجارتها. الجروب نومبر ايتين او الزيروس جروب. المجموعة الصفرية تي. مين اللي فيها? طبعا هي موجودة فين? موجودة يا مستر في يعني في رايت سايد في ستا تيبل. لاست رايت. اخر حاجة في الرايت. صح كده? موجود فيها مين يا ولاد? النوبل جاسس او بيسمهم باسم الانرتي جاسس. غازات خملة. او بيعانيه نوبل جاسس. بس معدل هاليوم ايتش اي تو. طبعا عشان ما حلتوش غير تو. هو اخر ايه? اخر تو بس شبعان برضي. شبعان ليه? عشان كي بيتميلي بكم اصلا بتو. يعني خلاص الكلام احسن حاجة تقولها ان في الجروب دي اللي هي جروب نومبر ايتين دي يا ولاد. اللاست ليبل بتاعها ساتيوريتد او تجي نتأكد? انت مليان. انت مليان. الارجون مليان. فطبعا كده يا ولاد ده وضح ان ايه? وضح ان او او اللي هما جروب ايتين. طبعا بيكونوا اسمهم ايه? طبعا زي ما احنا قلنا طبعا معادة الهيليم اللي هو وابسلها طبعا زي الارجون اللي هو واخره ايه? طبعا تقوم لو انها لك عشان اعرفك ان هي آآ ساتيوريتد. طيب. تعالوا نلاحظ كم ملاحظة كده مهمين جدا خلي بالك معي. آآ بي بلوك ايليمينتز انكلود طبعا اول نوم ميتلز. يعني ملاحظين ان اللي في الرايت سايد لو معبارة عن سيكس جروبس دول. كلهم يا ولاد بيشملوا مين? بيشملوا النوم ميتلز. طمام? النوم ميتلز لو خدتوا بالكم دايما اخيرهم يا ام فايف او سيكس او سيبن الكترونز. مستطيع ازاي? تعالى كده? يعني مثلا الفاسفروس لوال بي ففتين تو ايت فايف. الايليمينتز زي مثلا الكولورين سيفنتين تو ايت سيفن السالفر سيكستين تو ايت سيكس تلاقي بكلو في الرايت سايد. فالعلماء قال لك ايه? قال لك لو اخرك فايف او سيكس او سيفن مور زان فور يبقى انت نوم ميتل على طول. طيب لو اخر الايليمينتز ديت وان او 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 اتفعنا? طيب ماشي دي كده حاجة او خلاص عرفنا. النوبل جاسس اخيرها ايه? اخيرها الكترونيون كونفورييش بتكون ما بين يعني لاعمل صفات قليل قليل و ثم يعني بيسموه باسم او بيسموه باسم إمعنى عندنا اللي هم بيسموه باسم ميتيل ميتالويدز. طيب الميتالويدز يا ولاد بنعرفهم ازاي يا مستر? خلي بالا كده. which can't be identified by their electronic configuration. للاسف دول ما ما نقدرش نميزهم شوية بالالكتروني. ليه? لانه ديهم كزا نمبر. يعني ايه بص كده? give reason. ممكن يقوله في الامتحان give reason. we can't identify metalloids by their electronic configuration. ما اقدرش اعرفهم من الالكتروني بتاحهم زي الميتال والنميتالز والانهرتجاز كده. الميتالويدز غير. ليه غير? اسمع كده? because or due to the difference in the number of electrons in their outermost انرجم. انا وليك مثلا. اكزامبل. من ضمنهم مثلا البورون اللي هو البي. سيليكون. اس اي جيرمانيوم جي اي. ارسينيك. اس انتيموني اللي هو اس في. وحاجة اسمها تيليريوم اللي هو تي اي. ايه حكايتهم دول يا مستر? تعال نوزع كده البورون هو بي 5. لما تيجي توزعه هتوزعه ازاي? 2 3. السيليكون 14. لما تيجي توزعه 2 8 4. طيب انت يا بورون في باريوت كام? قالك باريوت 2. جروب كام? جروب 3 ايه. صح? عشان اخره ثلاثة. لكن مع انك ميتالويد. طب السيليكون اخرج 4 اهو. بريوت 3 جروب 4. الجيرمانيوم اخرج 4. الارسينيك اخره 5. الانتيموني 5. التريليوم 6. شفتوا ما يا ولاد? هليوم رقم ثابت زي ما كنا بنقول هناك? لا. فالحل ايه? طبعا احنا بعارفينهم وعارفين الاكزامبل ستاعتهم كويس جدا. عايز مش عايز اقول احفاظهم يعني بس انطبعا نكون عارفينهم كويس. طبعا هنا اعمل لك كده من بين الجروب الاربعة اللي احنا كلمنا عنهم. جروب 1 ايه و 2 ايه اللي هما موجودين في الاس بلوك. وجروب 7 ايه والزيرو اللي هما موجودين في البي بلوك. وتعالى هم مكتبين. الجروب 1 ايه اسمهم ايه? اسم الشهرة بتاعهم الكلاي ميتالز. 2 ايه الكلاي ايرث ميتالز. 7 ايه هالوجينز. كلمة هالوجينز معناها املاح يا ولاد باللغة اللاتينية. انا يعني دي معلومة كده تعرفوها زيادة. طب ليه سموكو هالوجينز? قال لك لان دول لما بيدوق بيتفعلوا مع الميتالز بيعملوا املاح. يعني كده اللي هما مين? اللي هما الفلورين والكرورين والبرومين والايودين اللي هما العيلة دي. هنا ماشي هالية بالموز دي بقى. شايف هنا? ده بتتحد مع الميتالز ويعملوها ملح. وملح باللاتين يعني هالوجين. عشكا يسمون باسم ايه? هالوجينز. معلومة انت بعرفين. اما جروب زيرو اسموهم ايه يا ولاد نوبل جاسس? اي بلوك اس اس بي في. اه اه طبعا انت جروب تو يبقى اخرج تو. جروب سيفن يبقى اخرج سيفن. جروب زيرو يبقى انت اكيد شبعان بايت الكترونز او في حالة الهيليم. وطبعا الاجزامبلز اخدناهم قبل كده. وزعناهم قبل كده. طبعا جروب وان ايه متلز كلهم معدل هايدروجين. ايه بيكونوا كلهم? بيكونوا كلهم اما الزيرو بيكون كلهم نوبل جاسس او انارد جاسس. تعالا بقى نتكلم عن البلوك التالت. انا حاسن انت كنت تنسيت وحنا كنا شغالين في ايه اصلا صح? تعالى كده فكرك. كنا شغالين في الاس بلوك. وخدنا منها اتنين جروبز اتكلمنا عنهم. بعد كده اخلنا في البي بلوك اتكلمنا عن ست جروبات اللي موجودين فيها وبزات جروب سبن ايه وجروب طبعا زيرو. وكلمنا عنهم بالتفصيل ومقارننا بين الاربع مجموعات دول. طيب. الدي بلوك بقى يا ولاد. دي بلوك موجودين فين? اهو يا مستر. يا انت ملاحز كده فين يعني? قالك في رص الجدول. طيب. بيفصلوا ما بين مين يا ولاد? طبعا س route between G block. يعني بيفصلوا ما بين الاس والبي. طبعا ماضحي. ما بين الاس ومين والبي. طيب. طبعا عارفين. هو بيعاد لك تاني بقل لك ان هما في الثفات ساية يعني سايد والفي بلوك اللي هما في الرايت ايه في الرايت سايد. هما في الميدل بقى. بيفصلوا ما بينهم. طيب بتاعتها بتتميز بإيه يا ولاد اللي هما دي بلوك دول? Greek بتاعةها بيكونوا كلهم Brendels. طيب بيبدأوا من بريد كام تعال نشوف تعال نكتشف احنا ادي بريد وان فيها حاجة في النص لا ادي بريد تو فيها حاجة في النص لا بريد ثري ما فيش حاجة الله دول ظهروا يا مستر من بريد نمبر كام فورهم شايفهم اهم انا مش عاريهم ادي بريد وان بريد تو بريد ثري بريد فور زهرهم في النص يبقى يبقى الالمنس دي يا ولاد ما لها start او begin to appear in the period number four طب اسم الشهرة بتاعتهم ايه الالمنس اللي موجودين في البلوك دي دول العيلة دي كلها اللي هي start from period number four اسمهم يا ولاد transition elements او transition metals اللي يبقى عليها بالعربي اسمها انتقالية في لذات انتقالية سموها كده transition metals طيب لو قال لك في الامتحان elements in block D they are called elements اللي في block D اسموهم ايه هتقول له ايه transition elements يا رب نكون فاهمين الكلام طيب تعال نتكلم عن اخر block في فين مكانها يا ولاد قال لي يا مستر add the bottom of the predict table في قاع او اسفل التابل يعني في قاع الجدول او اخر الجدول وطبعا it's elements are all metals وبرضو elements اللي حياتها بتكون metals بس بيكون فيها radio active elements شوية يا ولاد عناصر مشعة خلاص الكلام يا ولاد من اللي احنا درسنا ده بقول لك from the previous مواضح كده خلاص ان ده ان الجدول الدوري يعني بيوضح لنا ازاي نوزع في الاتوم مش ملاحظين كده ان العدد ال number of levels بيعرفين الperiod كم electron في last level بيعرفين جروب فواضح ان فيه سبحان الله ارتباط وعلاقة ايه ما بين الperiodic table والgroups والperiods اللي فيه مع الالكترونيك configuration بدليل ان the most metals have electronic configuration end with one two three زي ما احنا قلنا less than four طب most non metals بيكون five or six or seven طب النوبل جازز end with eight except طبعا هليان end with two صح كده بيعمل لك بقى ملخص لكل اللي احنا يا ولاد كل اللي احنا قلناه هنا مسلا بيقول لك ان ال last level في group one اخره هنا اخير كتوب لو انت في group three بقى اخرك three لو انت في group five او six او seven فانت اخرك الارقام نفسك ولو انت في group zero او الرجازز يبقى انت اخرك مليان شبعين طيب طبعا دي هنا بقى اسئلة خلصنا كده آآ الليسون بالكامل يا ولاد رب نكون في منها ان شاء الله تقولي في تعليقات لو عايزين نعمل حصة هيسئلة على زوم مع بعض زوم دلاتي بدخل حوالي مية طالب يحضروا معي وطبعا بنعرضها للآآ للزميل كل مش هيداروا يخشوا معينا او مش فاضين او او آآ نعرضها ان شاء الله في آآ ليوم على اليتيوب بس طبعا انا بدخل اول مية طالب هيداروا يشاركوا معي ويكتبوا في التعليقات اكتبوا في التعليقات وهبعت لكم اللينك ان شاء الله الحصة ممكن نعملها يعني انا هبعت لكم على الفيز تابعوا صفحة الفيز مستر ساينس على الفيز وتابعوا الكمنتات اشوفكم على خير ان شاء الله وبتوفيه ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته